اطلع وكيل محافظة حضر موت المساعد شؤون مدريات الوادي والصحراء هشام السعيدي على سير العمل الجاري في مشروع تأهيل منشآت نادي اتحاد سيئون الرياضي وتعشيبه الممول من حصة حضر موت من مبيعات النفط وتعرف الوكيل السعيدي ومعه مدير عام مديرية سيئون محمد العامري خلال جولتهما في المنشآة من مدير مكتب الشباب الرياضة رياض الجهوري إلى شرحين عن المشروع البالغ نسبة الإنجاز فيه 8% ويتضمن بناء وتجهيز مباني الإدارة والصلاة وتبديل الملابس والبوفية والحراسة إضافة إلى تجهيز ملاعب كرة الطائرة والقدم والسلة وأشدد وكيل المحافظة المساعدة لأهمية إنجاز المشروع في الفترة الزمنية المحددة وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة